ما كنت في كاس العالم رحت زاعته في لبنان كاس العالم كان 98 زاعت لهم كاس عالم 98 وأمم أوروبا 2000 وكاس عالم 2002 وأمم أوروبا 2004 كان هناك الناس بيعتبروا أنه كل واحد بيشجع فرقة وكأنها منتخب لبنان يعني برازيل كانت اكتساح في لبنان اكتساح لكن فيه بيحبه ألمانيا قوي وفيه بيحبه منتخب فرنسا جدا بيعتبره هناك فرنسا الأم الحنون بسموها كده هناك فبصت لقى كان بيوروني بقى على بيسموه ناك سليولير اللي هو الموبايل بيسموه في لبنان سليولير فيوروني طيب بصت لقى البرازيل هنقطعكم النهاردة التاني يقولوا لا 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 ده اللي عاشوا عليه حاجات كده يعني ماشي لكن احنا نفسنا أنه الأمر لا يتعدى المزحة أو لا يتعدى أن انت عايز تقول حتايا فيرد عليك بحتايا بيش ياك مش عايزينها تنقلب إلى أكثر من هذا لأن احنا في النهاية كلنا أهل بلد واحد فطلع أهلاء وطلع زملكاء وطلع زي ما يطلع كلنا في النهاية أهل بلد واحد آه جميل أو الكرة بيبقى فيها حتة يعني إيه أن أنا غيزة كنت تغيزني عشان نكون واقعيين بتبقى لذيذة عند الشباب شوية أن النهاردة مش عايزة يعني النهاردة مثلا الكرة بتاعت حسنية أغادير اللي مساكها جنش بعد بالزبط دقيقة واحدة على كل السوشيال ميديا مليانة الكرة في الصور اللي طلعت لنا معديها خط المرمى بتاع جنش بما يعني أن حسنية أغادير تعادلة وبيتكلموا بقى الأهلوية أنتوا بقى بتوع مش عارف إيه وانتوا بتوع إيه ودي الجن اللي دخل فيك وما تحسبش طب ما تقول برضو أن كرة إبريم حسن اللي جات جن وما جاتش في إيده حسبها أنه لمسة يده وما كانتش لمسة يده مثلا يعني أقصد أقول من الحكاية دي إيه مش عايزين الأمور تتطور إلى ما هو أكثر من دعابات ومحاولة غيث كده على خفيف لكن في النهاية نبقى كلنا مجموعة من الأصدقاء بتكلم بجد والله